شباب محاضرتنا لهذا اليوم نبدأها بعنوان Running Key Ciphers Running Key Ciphers هو واحدة من طرق الفوليالفاباتيك سايفر اللي تحاول ان تجعل من الكي سايز يقترب من المالة لهاية كيفية اختيار المفتاح لهذه الطريقة المرسل يختار مفتاح بحجم أو بنفس مقدار أو بنفس طول الرسالة المطلوب تشفيرها هذا المفتاح يتم اختياره من خلال مكتب وهذه المكتبة اللي عندي وعندك أو اللي عنده الترانسبيتر وعنده الريسيفر عبارة عن رقم كتاب ورقم صفحة ورقم سطر في هذا الكتاب فاذا كان الترانسبيتر والريسيفر يتفقون على هذا البروتوكول فلح يكون المفتاح عبارة عن رقم الكتاب رقم الصفحة رقم السطر في هذا الكتاب سيجد كل من عندهم لترانسميطر لمفتاح أو CI ناقص KI مود N شباب هنا هو نفس الفكرة اللي أخذناها بالفيجينير سايفر بس الفرق الوحيد انه نفس المعادلتين هذا الفرق الوحيد انه طول المفتاح يساوي طول المسجر في بيش حالة الشخص الثالث الذي يدول لازم يعرف الكتاب عنده وعده نفس الكتاب ونفس الصفحة ونفس السطر يقدر يوصل إلى المفتاح هناك محاولة ما لتلعى تكون أصعب الشخص الثالث من أجل ان يوجد المفتاح اللي تم استخدامه العملية هي مثل السابق انه Plane Text اللي هو عبارة عن حروف تتحول إلى أرقام ومثل ما قلت لكم Key Size is Infinity أو يقترب من المالة نهاية يقترب أو Very Large ال Running Key Cipher هو مثل ما قلت لكم بالسلايد اللي قبله هو عبارة عن أحد أنواع Poly Alphabetic Cipher Substitution فولي Alphabetic Cipher Substitution اللي اخذناه سابقا لون كان لغاية من عنده هو حل مشكلة حل مشكلة Frequency Analysis من الحروب بصورة عامة الكتاب اللي يتم اختياره يكون Agreed متفق عليه في وقت مسبق وعملية إرسال اللي يفتاحه تكون ضمناً مع المسيج اللي سيتم تشفيره فلو فرضنا على ما نوضح الفكرة أنه أنا وإنت عندنا كتاب اسمه C Language Programming هذا الكتاب بالمكتبة مانتي رقم معين صفحة 63 من عنده السطر الأول لح نقرأ هذه الكلمات اللي هو عبارة عن ال Running Key Errors can occur in several places Errors can occur in several places نحن نشوف شلون نستخدم ال Running Key Cipher to encrypt the plain text flee at once We are discovered بمعنى أنه اهرب بسرعة نحن اكتشفنا الفكرة هي نفسها نستخدم المعادلتين السابقة معادل 17 و 18 مثل ما شفنا نحول المفتاح الى أرقام نحول المفتاح الى أرقام ونستخدم المعادلة 17 لإيجاد ciphertext فالF لوى plain text flee at once نكمل إيجاده في السلايد الوراء وال Running Key هو Errors can occur ciphertext هي J, C, V, S, R, L, Q & P, S إلى آخره ونلاحظ أنه هذا إذا كانت المسيج طويلة أكثر نشوف في السلايد الوراء ونكمل flee at once we are discovered لحالة يتم استخدام المفتاح وإيجاده في السلايد الناقش وإيجاده في السلايد الناقش الرقم الصفحة هي 63 فإن خليلها 3 مراتب باعتبار أنه بعض الكتب قد تتجاوز أرقامها 100 وإذا كان الرقم الصطر هو ما يتجاوز 99 فإن خليلها مرتبتين ففيه شحالة كتابي اللي اختارنا صفحة 63 اللين الأول سيكون encoded at 06301 أول 3 مراتب من 063 هي عبارة عن رقم الصفحة فالصفر واحد هو رقم الصطر فال06301 تتحول إلى حروف بتحويلها إلى A, G, D, A, B هاي الـ A, G, D, A, B ممكن أنه ترسل مع السايفر تيكس اللي تمثل المفتاح تمثل المفتاح وممكن الشخص الثالث فالعهس بوجود المفتاح ولا يندل مكان إلا من خلال اتفاق ما بين الترانسميتر والرسيبر بهذا الحقيقة شباب إحنا أكملنا موضوع الموضوع الموضوع أخذنا أكثر منه من طريقة سيزر إلى الشيفت إلى الملتبليكاتيب إلى الأفاين إلى البوليالفاباتيك سايفر اللي أخذناك أكثر منه اللي بلايفير ورنين كي وأنواع الأخرى الكي الليتر والكيورد اللي درسناها بمحاضراتنا السابقة الآن نتناول موضوع اسمه روتر ماشين سايفر موضوع التشفير مثل ما قلت لكم سابقا في محاضرات سابقة بدأ منذ فترة قديمة وكانت الحاجة إلى التطبيقات العسكرية بالدرجة الأولى الحلفاء استخدموا في وقتها بالحرب العالمية الثانية وكذلك ألمان استخدموا كطابعة هاي الطابعة تطبع الحروف التقليدية بس تقوم بعملية التشفير بنفس الوقت الفكرة من الروتر ماشين هو استخدام ملتبل ستيجز ملتبل ستيجز هو واحدة من التطبيقات المهمة لتزيد صعوبة الشخص الثالث لإيجاد المفتاح تصفات ملتبل ستيجز من تصفات ملتبل ستيجز من تصفات ملتبل ستيجز والألايد الحلفاء استخدموا مكينة اسمها الهيغلين والجابانيين اسمها البربل بغض النظر عن الطريقة فالفكرة عبارة عن rotating cylinders ميكانيكيا تم عملية التشفير من خلال rotating cylinders ظهرت ماشينز او روتر ماشين اللي بها 3 cylinders كل واحدة من عدها عبارة عن 26 حروف تتحمل وتطيق كي سايز يساوي 26 وستلاثة اللي يتطلع اسباط عشر الفخمس فيه وست وسبعين ظهرت بعدين لغرض تعقيد المسألة اكثر على شخص الثالث روتر ماشين وفايف سيلندرز اللي تطيق كي سايز 26 وستلاثة يعني 12 في عشرة وستة تقريبا 12 مليون مفتاح مختلفة شون الفكرة من هذه المكائن أو طابعات المشفرة لتشفر التكس مباشرة بوسيلة ميكانيكية باستخدام rotating cylinders الفكرة هي البيسيك برينسيبل of the rotor machine تناولها بهذه النقاط المشين كونسيست of a set of independently rotating cylinders المكينة تتكون من مجموعة سيلندرات تحمل أو تنتقل من خلالها الإشارات الكهربائية كل سيلندر لدي 26 إموت وستة وعشرين إموت وستة وعشرين إموت وعدي توصيلات داخلية ما بين الإموت والأموت لتنفيذ عملية السبستيوشن وفي اسوشيات each input and output pin with the letter of an alphabet يعني كل واحد من هاي البنات نربطها واحد من الحروف ثم a single cylinder defines a mono-alphabetic substitution في كحالة كل سيلندر لحيعرف إنه mono-alphabetic substitution الpower of the rotor machine is the use of multiple cylinders إذن قوة ال rotor machine نحصلها من خلال تعدد السيلندرات أو هاي الاستوانات in which the output pins of one cylinder are connected to the input pins of the next يعني الoutput pins مع السيلندر الأول ترتبط مع ال input pins مع السيلندر اللي وراح نقطة الأخرى وفي كل سيلندر مقياس الكهرباء أو مقياس الكيلومترات في السيارة الميكانيكي أنه السيلندر الأول يفتر دورة كاملة ينطي بلس إلى السيلندر بالوسط تفتر position واحد وهكذا السيلندر الوسط يفتر دورة كاملة ينطي بلس إلى السيلندر بمقدار position واحد فإذن هذا يشبه مثل ما قلت لكم من الأودوميتر اللي هو مقياس الكيلومترات بالسيارة ففيش حالة؟ لحنحصل على 26x26x26x15576 difference substitution alphabet إذا كانت عندنا ثلاث سيلندرات الشكل اللي أمامكم من جهة اليسار هو عبارة عن الانيشل ستنج مع الثري سيلندر هذا الوجه الأمامي لفرونت فيو مع الثلاث سيلندرات هذه الثلاث سيلندرات تشوفوهات مستطيل بس هي بالحقيقة عبارة مثل ديشلي يفتر ديشلي أو استوانه يفتر دورة كاملة الأول على جهة الي أقصى اليسار هو نسميه fast rotor اللي نشوف به 26 input pins وهي 26 input pins مقابلها الحروف الأبجدية من A إلى Z وبها 26 output pins بها الحروف الأبجدية خلينا نقول اللي هي مربوطة الoutput pins و الinput pins على ضوء سيستيوشين مثلا الـ A نشوف الـ A التوصيل مالته يرقم 24 24 و 24 شوف الصفر سعر 24 يعني بمعنى أنه الحرق بتبدل الoutput pin مع الفيرس روتر سيرتبط مع الـ input pin مع الـ medium rotor السلندر الوسطاني و كذلك هذا بيه شنو أيضا بيه توصيلات داخلية و الـ output pin مع الـ medium rotor سيرتبط و الـ input pin مع الـ outer rotor أو السميل سلو روتر ليس منها أول واحد الأقصى اليسار فاصل لأنه هذا يفتر كل كاركتر المشغل مال الطابعة يضربه يفتر وان فوزيشن سن واحد مثل ما نقول وهذا إذا كملت دورة كاملة تطلب إعاز إلى الدشليخ أو المسنن الوسطاني يفتر دورة كاملة أخرى وهكذا الدورة الكاملة الـ medium rotor ينطيع إعاز إلى الـ outer أو السلو روتر يفتر دورة واحد مثل ما عندنا الأحاد والعشرات مع المئات مع المقياس الكيلومترات فكأنه الـ fast rotor هو الأحاد والوسط هو العشرات والسلو هو المئات الآن الشكل اللي على جهة اليسار هو setting مال هل السيلندر الثلاثة أفتر وان كي ستروك يعني من المشغل يضرب كي واحد يشوف أنه الـ fast rotor سيتحرك يفتر سن واحد ونشوف حرف أي بالبداية كان على رقم 24 يشوفه على جهة اليسار بالـ fast rotor الحرف أي ارتبط بالـ 23 وهكذا تم عملية المونوالفاباتيك بالـ fast rotor وبمجموع حالة ستكون عندي بوليالفاباتيك بالـ 3 لهذا السبب عدد المفاتيح هي 26 تكعيم عدد المفاتيح هي 26 تكعيم شباب هذه هي الفكرة الميكانيكية ممكن واحد يفكر سويها الكترونية ممكن واحد يفكر سويها الكترونية لكن بجهد وهي فكرة ذكية جدا باستخدام وسيلة ميكانيكية للتشفير وسيلة ميكانيكية صرفة للتشفير بمثل ما نقول مسننات مربوطة ومتوصلة توصيلات داخلية بـ wiring اللي يسوي عملية الـ substitution بيد الـ input pin والـ output pin على ضوء الـ table معين على هذا الاساس احنا وعد ان اكملنا الـ rotor machine وشفنا التنفيذ الميكانيكي لعمليات الـ substitution تقسيم المسيج الى بلوكات اول خطوة نقسم المسيج الى بلوكات كل بلوك طولة ام من الكاركترز وكل هاي واحدة من هذا الـ characters in each block are permitated according to a certain permutation law يعني في كل بلوك نسوي عملية تبادلية للمواقع ما للحروف يعني هنا بعملية الترانسبوزيشن نحنا مدى نغير حروف مطبئ كان حروف وانما نغير نفس الحروف من المسيج وانما نبدل مواقعها حسب ما سميه بالـ permutation law مثل مواضح بالجدول اللي اسفل فلو فرض ما انه الـ character number in plain text اللي هو تسلسل ورود الحروف بالبلوك من واحد الى ام من واحد اثنين ثلاثة اربع الى ام اللي اللي باللون الاحمر اللي بالاسفل هو الـ character number in cypher text يعني واحد من الـ permutation law اللي دع راولكم اياه اللي حيصير انه مثلا على هذا المثال اللي انا امارك بأسه الموقع الاول بالبلوك من الـ cypher text لحيجي الحرف الخامس بالـ plain text والموقع الثاني بالـ cypher text لحيجي الموقع الثالث وهكذا لحيسرع الـ permutation law خمسة، ثلاثة، عشرة، واحد، ثمانية، 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 ستعاش وهكذا اذا هنالا اللي سويناه شنوه اللي سويناه احنا مبدلنا حرف ومكان حرف ما سوينا بالـ هو كل الطرق السابقة اللي اخذناه ولكن، ولكن، جينا بدلنا موقع الحرف نفسه وليس تبديل الحرف هاي عملية التبديل تحول الرسالة الى رسالة غير مفهومة خاصة اذا اخذنا من ظل الاعتبار انه الـ spaces هي character الملاحظة هنا انه اذا ناقشنا number of available keys عدد المفاتيل هتكون بعدد الـ M! الـ M هو block size هتقولوا لي شنو الفرق عن الـ substitution هناك مكان عندنا M! الشباب هناك بالـ substitution الـ N هو عدد الحروف الهجائية اللي احنا محددين بيها يعني الحروف الهجائية مثلاً من اللغة الإنجليزية يستعيشين حرف فاذاً عدد الـ substitution الممكنة هي 26 فكتوريال بينما هنا الـ M هو block size اللي انا اقدر اغيره و اقدر اسويه كبير مو بالضرورة 26 اقدر اخلي block size 100 والblock size 100 يطيني 100 فكتوريال من الـ permutation المختلفة او حتى 1000 فكتوريال اذا كانت شنو اذا كانت الرسالة يكون جداً كبيرة وهذا الشي تسوي هتخلي العملية للشخص الثالث اصعب ولا انه الـ available keys هي نفسها N فكتوريال هنا لكن الـ M احنا هنا ما محددين بعدد الحروف باللغة بالحروف الهجائية وانما الـ M هو block size اللي انا اقدر اكبره براحتي اذا كانت الرسالة كبيرة فشباه نقطة كلش مهمة وفرق اساسي عن موضوع السبستوتيوشين يعني transposition هي تبديل مواقع الحروف ببلوكات وبالتالي لح يفتح لي key size من N فكتوريال وير ان هو عدد الحروف بالحروف الهجائية الى N فكتوريال وير ان هو عبارة عن size من البلوك اللي ممكن يكون كبير يوصل مية وقبسين مثل ما قلتلكم خاصة اذا كانت الرسالة كبيرة نمعرف بستو الساين اكي لح تكون لغارة للأساس 2 اللي عدد التباديل اللي الان فكتوريال نبدأ الان بانواع الترانسبوزيشن ونبدأ بال وندي ترانسبوزيشن وندي ترانسبوزيشن عبارة عن مثل ما قلتلكم نسوي عملية عملية تبديل المواقع بذكتور وايز على البلين تيكس خلنا اخذ هذا المثال يوضح الفكرة انكريبت البلين تيكس روتيشنال يوزين فايف كاريكتور بلوك ترانسبوزيشن سايفر وث كي المفتاحنا دارا بلكميانا P C يعني P اللي هو السطر الأول واحد ثلاثة اربعة خمسة السطر الثاني ثلاثة خمسة ثلاثة اثلين واحد أربعة شنو هذا هو المستخدمين إذا كان مستخدمين سايفر مع البلوك هو خمسة خمسة كاريكتور بلوك ولو احنا نوضح الفكرة نابل خمسة بس هي من الناحية العملية إذا عرضنا نكون لدينا مفتاح قوي جدا الخمسة هي مصير خمسة ممكن تكون خمسين أو مية بس لغرض توضيح الفكرة نادى أخذ كي خمسة أو الام خمسة العفو اللي هو السايفر مع البلوك شنو يعني كي بي سوى جوال سي اللي هو بي قباله 1 200 300 5 وسي جواة 3 500 هاي معناته إن الموقع الأول في سي هو لحييجي الحرف الثالث في بي والموقع الثاني في سي لحييجي الحرف الخامس في سي وهكي في بي العفو والموقع الثالث في سي لحيكون الموقع الثاني في بي وهكذا إذا أنه جينا طبقناها على كلمة اللي متكونه من عشرة حروف لحيكون عندنا متكونه من عشرة في أول خطوة أقسمها إلى خمسات اثنين فأباوة اللي هو روتيشنل يعني لحيكون عندي التي اللي هي بالموقع الثالث في بي لحصير بالبداية تي صارت بالبداية بالصيفر تيكست وراي يجي الموقع الخامس اللي هو أيضا تي وبعدين الموقع الثاني اللي هو أو الموقع الأول اللي هو آر والموقع الرابع اللي هو آي شباب هنا خلنا نتفق أن نستخدم الحروف الكبيرة للسايفر تيكست واللي يمكن في محاضرات سابقة يتلكم أنه ما يفرق لكن خلينا نصير الاتفاق من أجل فضيح الفكرة من تسهل السؤال بالامتحان بالإكوز خلنا نتفق أنه أنا أعطيكم من بلين تيكست سمول لتر أنت تحسب لي أو توجد لي السايفر تيكست كابتل لترز ورمت حسبة تكتبها كابتل لترز والعكس صحيح عندنا نطيكيها السايفر تيكست كابتل لترز أنت تحسب لي وتوجد البلين تيكست إن سمول لترز لهذا سبب كتبتها تي تي أو آر اي الآن البلوك الثاني هو نفس العملية البلوك الثاني يتعامل وياه مثل ما تعملت وياه البلوك الأول فلح يكون عندي موقع الثالث هو أن كابتل أن الموقع الخامس هو عبارة عن أل شباب نتبه الخامس وين الخامس ضمن البلوك الواحد فالبلوك الثاني يبدأ منُ حرف i بالبلين تيكست يعني i o n a l هو عبارة عن البلوك الثاني بالبلين تيكست ف przypadku البلوك الثاني فالبلوك الثاني ثالث حرف هو ان وخامس حرف هو الو هكذا فنحصل على السايفر تيكست الفتاة اللي هو نتبه تío هي إرجاء البلين تيكس من السايفر تيكس هي عملية معاكسة أكتب كي و ساوي سي بالسطر الأول المتسلسل واحدين ثلاثة أربعة خمسة أرجع أكتب البي أرجع للكيل أصلي والتي الكيل أصلي والتي السي يقابل بالواحد يقابل الأربعة بل كون عندي البي أربعة وبالثنين يقابل الثلاثة وبالثلاثة يقابل الثلاثة وهكذا إذا أرجع الحروب مثل ما كانت وأرجع أرجع بروتيشنال ترجع الكلمة لبلين تيكس بحروب صغر ملاحظة مهمة جدا جدا مهمة إذا كانت بلين تيكس يضمن فراغات بين الكلمات هذا نستخدمها ونعتبرها عبارة عن كاركتر هذا سيقابل الثلاثة سيقابل الثلاثة سيقابل الثلاثة سيقابل الثلاثة في بلوك آخر. أجي أطبق نفس الخوارز من اللي حشيت عليها في كل بلوك بشكل مستقل عن الثاني. يعني أجي أطبق البرميتيشن له اللي هو واحد ثلاثة أربعة خمسة تتحول إلى ثلاثة خمسة اثنين واحد أربعة. يعني أجي على بلوك أجيب ثالث حرف اللي هو الإي. بعدين خامس حرف اللي هو البي. بعدين ثالث حرف اللي هو الأيش وهكذا. وأشوف أجي أسوي هاي العملية بالبلوك الأول اللي مفصول عن البلوك الثاني بهذا الخط الأزرق المنقط. وهكذا بالنسبة لبلوك الثاني اللي سيكون لدي ثالث حرف هو ال وخامس حرف هو آي وثاني آآ وثالث حرف إلى آخرية. أكملها كلية. يشوف مواقع الشبابة تغيرت. يشوفوا الكلمة اللي صارت سايفر تيكسية. إي بي أش تي فراغ سبايس بعدين ال آي أل أي بعدين فراغ بي جي فراغ أس آي. يشوفوا مواقع السبيس اللي هو تقارن مواقع السبيس بالسايفر تيكس وتقارنها مواقع السبيس بالبلين تيكس تشوفها تبدلت واختلفت وهذا بالتالي تضيف صعوبة على الشخص الثالث باستنتاج أو تخمين البلين تيكس. نأخذ مثال آخر. دكريب تي سايفر تيكس جملة طويلة. جملة طويلة. وفي استخدام هذا المفتاح اللي هو الكي نعطيني الكي مين ليوين نعطيني من السي للبي. يعني السي هو واحد ثين ثلاثة أربعة خمسة. البي هو اثنين خمسة واحد أربعة ثلاثة. هو نعطيني إذن سايفر تيكس يلي من عندي لبلين تيكس. أول خطوة ش يسوي أيضاً أنقص غصها إلى هجقات خمسات. فأجي أسوي جدول وراء دول متل ما نشوفون. جدول نعم سوي بالألوان هذا الجدول. وأني عندي كل خمس حروف بالسايفر تيكس على كبره بلوك. فبالسطر الأول بهذا الجدول هو عبارة عن السايفر تيكس. السطر الثاني اللي بالألوان هي الأرقام من واحد للخمسة تتكرر. كل واحد إلى خمسة هو بلوك. كل واحد إلى خمسة إلى هو بلوك. وهكذا. أركب بلوك عدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعشة بلوك. دعشة بلوك يعني خمسة وخمسين حرف. أرجع حسب القانون هذا ما تي. حسب القانون اللي دعشوفه أنه الحرف الأول بالبلين تيكس هو الموقع الثاني بالسايفر تيكس. والحرف الثاني بالبلين تيكس والموقع الخامس وهكذا. فإذاً شلح يصر عدي. الموقع الثاني هو شنو تي. والموقع الخامس هو اتش. الموقع الأول هو اي. وهكذا استمر. أرجع الكلمة. وشوف بالأخير أكو أكسات عديها. هاي الأكسات شنو. هاي الأكسات هي مموجودة أصلا. أقرأ جملة اللي تكون مفهومة The queen has given birth to a healthy six pound boy وراهكو ثلاثة أكسار هاي الأكسار شنو سببها شباب سببها أضيفة هاي الأكسار لأنه طول المسج الرئيسية هي من مضاعفات الخمسة ومن مضاعفات الخمسة طول المسج الرئيسية هي The queen has given birth to a healthy six pound boy طولها مع الاسبايز هي 52 ومن أجلنا تكون من المضاعفات الخمسة اللي هو خمسة وخمسة طرينا نخلي هاي ثلاثة أكسات نسوينا عملية the encryption وملاحظة أخرى The original key اللي استخدمناه من P إلى C هو معكوس المفتاح اللي موجود بالأعلى الأيمن اللي هو من C إلى P نشوف أنه مفتاح اللي هو من P إلى C هو الموقع الأول هو ثلاثة واحد ثلاثة واثنين واحد وثلاثة خمسة وأربعة أربعة وخمسة ثمين هذه بالحقيقة وجود الأربعة أربعة هاي تشير إلى ضعف بهذا المفتاح يعني نحاول إحنا جهة الإمكاني أنه ما نخلي مفتاح بموقعه في مكانه يعني نريد أن نشوفه هناك أنه الموقع الرابع بالCypherTex أو بالPlanetex ما نتغير وإنما بقى محافظة على موقعه وبالحقيقة هذه ضعف والأحسن من هذا المفتاح أنه نغيرها كله نغيرها كله ونخلي المواقع متباعدة من أجل أن نحصر على المفتاح أقوى شباب إلى هذه الفقرة ننتهي محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله نكمل بالمحاضرات القادمة ونشوف إنه مشلون ناخد أنواع أخرى الترانسبوزيشن واللي ممكن هاي الترانسبوزيشن سيستمز اللي نحصل عليها كي سايز كلش كبير وكي سايز بالموقع تلكم الكبير جداً اللي ما محدد بعض الحروب الهجائية شكراً جزيلاً شباب شكراً جزيلاً شروع